لكم الأخطاء وهذه التشوهات أنا سميها في الاقتصاد أن يكون حجم الكتلة النقدية أصلا أقلا مما ينبغي أن يكون عليه هناك نسبة معينة ينبغي أن يكون عليها حجم الكتلة النقدية أي اقتصاد حجم الكتلة النقدية فيه ينبغي أن تكون نسبة معينة من الناتج المحلي الإجمالي زمان طبعا ناس كانوا بيربطوا بالدهب عشان ما كل دولة تطبع زي ما عايزها صحيح وده يفقد القملة بتاعتها قيمتها يعني حتى ليس من صالح الاقتصاد فينبغي أن يربط بضابط هذا الضابط هو أن يكون نسبة معينة من ناتج المحلي الإجمالي طيب فإذا هو أصله نسبة من الناتج المحلي الإجمالي شوف الأخطاء التي تقع فيها الجهات المسؤولة عن هذه الأمور يعني لا يراعى عندما يزداد الناتج المحلي الإجمالي خذ مثلا في السنوات الأخيرة فقط ازداد الناتج المحلي الإجمالي خليك بالزراعة والوسر الحيوى والأخير فقط بالدهب ظهور الدهب الشباب هذا الانتاج الأهلي التعديل الأهلي التعديل الأهلي 200 طن قيمة 8 مليار دولار بالأسعار العالمية نعم ما يعادل بالسوداني دي زيادة سنوية في الناتج المحلي الإجمالي خليك باقي الإضافات تمام؟ سروا حيوانية وصمغ عربي دعم طيب وغيرها ينبغي أنت في الحتة دي إذا قلنا مثلا أنا بدأت قلت أنه هم حددوا 10% ونقلوها من دول أخرى أنا في تقديري أنها هي مفروض تكون ليس أقل من 25% ليس أقل من 25% اعتمدنا على إيه؟ يعني البيئة اللي أنت بتحدد فيها الكلام ده يعني أنت عندك مجتمع 70% منه رعاة ومزارعين نعم خارج إطار الخدمات المصرفية نعم